ألاف من الناس هو جهد العاجز أو المتعاجز لا فرق عند المحاصرين في غزة فالنتيجة واحدة حرب إبادة وتجويع تدور عليهم منذ نحو خمسة أشهر حتى شغلت قضيتهم المجتمع الدولي لكن بتحليل المشهد وقراءته وربما التنديد والقلق لما يحصل دون أن يتغير شيء على أرض الواقع لتأتي إغاثة المحاصرين عبر بعض السلال التي تلقى من الجو فيتلقفها الآلاف بل مئات الآلاف من المقطوعين عن التواصل مع هذا العالم شرح واقع الحال من لسان الشاهدين أبلغوا وأصدقوا من المتابعين اليوم نزلت علينا اللي هو مشطاح مكون تقريبا من 100 كرتون المساعدة الميت كرتون هذول يعمل ما كفننش إشي الناس دبحت بعض أولادنا أطفال ماتوا من الجوع لدروب واحد اللي نزل أنه يكفي الشمال بكفيش الناس دبحت بعض الناس كتلت بعض لا في طحين ولا في أكل بلنا مساعدات بلنا حاجات تدخل للشمال المساعدات الملقات من الجو كما يقول شهود عيان بعضها يلقى في البحر على عجالة وبعضها في أماكن يصعب الوصول إليها وكأن هذه الطائرات التي تلقي المساعدات تخشى من استهدافها بصواريخ الاحتلال بعد أن أطبق حصاره على القطاع واستهدف حتى معبر رفح الذي يعد النافذة الوحيدة لأهل غزة إلى العالم وبعيدا عن عدم كفاية المساعدات الجوية وما في السلة الغذائية من مواد لا تتناسب مع واقع حرب التجوية فإنا أهل غزة يرون في طريقة إلقاء المساعدات بهذه الطريقة مساسا بكرامتهم الإنسانية وشاهدا على حال العز التي وصل إليها البعد والقريب أمام مأساتهم الكبرى وفي الوقت الذي وصل به الحصار إلى منتهاه وبلغت حرب التجويع مبلغها من المحاصرين لا شيء في الأفق يشير إلى أن الاحتلال يريد الإصغاء إلى طرح سياسي أو حل مؤقت ينهي عدوانه على قطاع غزة